أعتقد أن أي مقدمة طبيعية أو كلاسيكية لأي فكرة عملناها في حياتنا لنرأتي لن يكون مناسبة خالص نحن لنرأتي نتكلم مش في مشكلة ومش في أزمة لأن لما نعدي ألف مصاب ولما نخش في يعني تقريباً عشرين قتيل غير اللي مش عارفين يعثروا عليهم غير اللي أطلقوا صراحهم وبرضو مش عارفين يعثروا عليهم غير المستخبيين غير المرميين يبقى إحنا كده مش بنتكلم في أزمة إحنا بنتكلم في ما هو أكبر من الأزمة الناس اللي في التحرير عايزة إيه؟ ده سؤال بنسأله كتير وناس كتيرة جداً عندها الإجابة لي وناس كتيرة فكرة إن هي عندها الإجابة لي وأعتقد أن مش كل الناس عندها الإجابة لي إحنا النهاردة يمكن عندنا شوية نقطة للناس في التحرير عايزة إيه؟ هرحاول نفهم أكتر يمكن نقدر كلنا نفهم مع بعض النهاردة هيكون معنا ومن ورده في الستوديو الأستاذ بشير عبد الفتاح وهو الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية صباح الخير صباح الخير يا فندق يمكن هاخد من تقديم تشريف على طول ونوجة نظر حضرتك الناس في التحرير عايزة إيه؟ الحقيقة أنا كنت في التحرير بارح بالليل بتفقد الموقف وقابلت الناس وسألتهم لقيت فيه ثلاث أسباب دفعتهم للوجود في ميدان التحرير حتى هذه اللحظة السبب الأول رد فعل منهم على الطريقة التي تعاملت بها قوات الجيش والشرطة معا مع إخوانهم المعتصمين في الميدان بعد مليونية يوم الجمعة الماضي يعني لدرجة أنه في بعض منهم المنصورة قالوا أنه إحنا كنا خلصنا المليونية وسافرنا المنصورة بالفعل وفوجئنا أن زملائنا بتصلوا بنا إلحقونا إحنا بنضرب وبنسحل في ميدان التحرير وعليكم أن تأتوا لنصراتنا هم أطباء ومهندسين ومعلمين تركوا أعمالهم وعادوا إلى الميدان مرة أخرى هذا هو السبب الأول السبب الثاني مطالبة المجلس العسكري بتحديد موعد زمني واضح وملزم ومحدد لترك السلطة أو نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة أو مؤسسات مدنية منتخبة السبب الثالث رفض وثيقة الدكتور علي السلمي التي تسمى بوثيقة إعلان المبادئ الدستورية والمطالبة بإلغاء هذه الوثيقة تماما لا سيام المداتين 19 من هذه الوثيقة سمعنا كمان عن قالة حكومة الدكتور عسام شرف هل ده فعلا مطلب من مطالب التحرير؟ المطلب ده ما كانش عليه إجماع كبير ولكن التلات مطالب الأساسية أو التلات دوافع الأساسية اللي أنا ذكرتها لحضرتك هي اللي كانت تقريبا تحظى بشبه إجماع بين الموجودين في ميدان التحرير أما مسألة حكومة الدكتور عسام شرف فدي لم تكن محط إجماع من الجميع بس كمان سمعنا يمكن عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني فحركت برضو اسمعت عن الكلام ده؟ هي من ضمن المطالب من ضمن المطالب التي طرحت ولكن أنا في تصوري مسألة تغيير حكومة أو إنقاذ وطني الكلام ده توليت أصبح متأخر دلوقتي نحن نتكلم عن انتخابات برلمانية حقيقية تأتي بحكومة حقيقية تستمر وتقوم وتحدد مهام استراتيجية تقوم بها مسألة حكومات مؤقتة وما إلى ذلك الحال ده انتخابات بعد أسبوع يعني زي نتكلم عن حكومة مؤقتة أو إنقاذ وطني الكلام ده كان بعد الثورة مباشرة بعد تنحي الرئيس السابق ولكن بعد تسع شهور من الثورة وأيام قلائل حتى تجرى الانتخابات ويبقى عندنا برلمان ورئيس وما إلى ذلك ونتحدث عن حكومة انتقالية وإنقاذ وطني هذا كلام انتهى وقته نحن بصدد العمل الجاد نحن أمام لحظة الحقيقة ولحظة الحسم الدولة الآن تبنى مؤسساتيا وديمقراطيا ولا مجال لسياسة الترقيع بمعنى تجيب لي حكومة أسبوعين ثلاثة تشتغل وتفشل ومشيها وجيب حكومة تقعد شهر ومشيها والوزير بيحلف اليمين وبقول يا ترى همشي إمتى من الوزارة لأنك تجي تبريك له يقولك ده أنا ممكن همشي بكرة ده خلاص انتهى أوانه ده يا حاجة أنا ما بخدش قرارات أنا حكومة تسيير أعمال نصب مش بس الوزير ده تأكيدا تأكيدا لكلام حضرتك نحن بصدد مرحلة اسمها سياسة الأياد المرتعشة لو حضرتك روحت أي مؤسسة حكومية لو روحت لوزير لو لمحافظ يستحيل محافظ أو وزير أو مسؤول حكومي يعرف أنه هو يمضي لك على طلب أو يتخذ قرار حاسم في موضوع مهم كل خائف خلينا بس قبل ما نخش على التحليلات السياسية والحكومة والدستور والرئيس وكل الكلام اللي هو بنقوله كل يوم في التلفزيون وفي الحاجات وكده عايز بس أعرف الأول هو إيه اللي يبرر إيه يعني معلش يعني اللي يبرر أن يحصل منطقة تشبه الحرب الشوارع في وسط البلد في قلب القاهرة دخلين على اليوم التالت دروازي يعني حصل أول يوم تمام حصل تعامل أمني اتفقنا عليه أو ما اتفقناش عليه غلط أو صح زي الفل هلدخلين في تالت يوم ودخلين في شبه يعني حقول لك إيه يعني حاجاتكم نشوفها في التلفزيون وكنا بنقول حكنا ما لا يمكن يحصل في بلدنا لا بيحصل في قلب القاهرة هو إيه اللي يعني بتاع إيه يعني ليه لا وفي نفس الوقت يا فندي من ناس كتير جدا قالت إن ده رجعنا الأحداث 28 يناير إحنا بالضبط أكن الموضوع بيتعاد مرة تانية إيه اللي يعني إيه اللي يقدي منا لكده يعني في رأيك غياب آليات لإدارة الحوار غياب آليات لإدارة الاختلاف المفروض إن الدول المتحضرة والشعوب المتحضرة اللي منها الشعب المصري اللي عمل ثورة العالم بيدرسها وبيوحكيها لحد النهاردة يعني حضرتك الأسفار اللي إحنا سفرناها خارج مصر بعد الثورة لحد النهاردة إحنا عدنا نستقبل في الخارج استقبال الأبطال المصري وكأن لسه حرب 73 حصلا بارح يعني إنت قدمت نموذج للعالم والكل عاوز يعرف ويفهم منك وإنك تقدم له قدوة فإحنا شعوب متحضرة بالفعل بقنا في عداد الشعوب المتحضرة لما يكون عندنا ما عندناش آليات لإدارة الاختلاف آليات لإدارة الحوار يعني لما حد يعتاصم أو يتظاهر سلميا المفروض فيه آليات رقية ومتحضرة للتعامل مع هذا المفروض لما نكون مختلفين في وجهات النظر يبقى عندنا أسس وآليات لإدارة الاختلاف في وجهات النظر أما أن يكون العنف ده إذا كانت ذي أحاجات رقية ومتحضرة على الإطلاق يعني للأسف الشرطة لم تتغير أسلوب تعامل الشرطة مع المواطنين لم يتغير وتلك كارثة تسع أشهر وإحنا طرحنا ويمكن في البرنامج ده كان من ضمن إحدى الحلقات اللي احنا كنا شاركنا فيها طرحنا آليات لإعادة تأهيل الشرطة من أول معايير الالتحاق بأكاديمية الشرطة سواء كان كلية الشرطة أو كلية زباط المتخصصين التابعة لليها أو مناهج التدريس داخل أكاديمية الشرطة أو آلية التعامل الشرطة مع المواطنين زبط الشرطة بعد ما يتخرج كل ده طرح نقولنا يا جماعة لابد من أن تكون هناك دراسة مفصلة ومنهجية من أجل تغيير عقلية الشرطة وطريق التعامل الشرطة ولكن ذلك لم يحدث على الإطلاق طب الرصاص المطاطي ورصاص الحي وكده ده برضو تعامل ولا ده إيه؟ من ضمن وسائل التعامل إحنا نتحفظ عليها طريقة التعامل أولا طريقة الاغتحام ثانيا استخدام نوعية الأسلحة التنابث بالألقاب وبالألفاظ البذيئة ما بين الطرفين النهاردة في ندية غير عادية يعني في ميدان التحرير المبارح الناس بيقولوا الطريقة اللي اتعاملت بها الشرطة هي اللي أجبرتنا أني احنا نستمر ولا نتراجع ورصاص الحقوق والله يا فندم نفس الاحسن الثمانية عشر ومزارة الداخلية كمان بالزبط بس خليني بس أرجع لحظك الحسن هو ده انتقام هو فيها بعد كده فعلا يعني هي داخل فيها البعد ده ما فيش كلام لأن النفس الانسانية لا يمكن أنها تسمو فوق هذه المشاعر يعني لما يجي واحد طرف رجل شرطة يضربني أنا مضطر أن أرد عليه علشان أنتقم وأن الشرطة دي عملت إيه في 25 يناير وما قبل 5 وللأسف الشارع لا زال يكتر للشرطة مشاكل ما قبل 25 يناير التعذيب في السجون والمعتقلات وتجاوزات رجال الشرطة طبعا مش كل رجال الشرطة كده هناك شرفاء في الشرطة قبل الثورة وبعد الثورة ولكن هناك نمازج سلبية كانت موجودة قبل الثورة وللأسف لا تزال موجودة حتى الآن نحن لا نعمم ولكن للأسف الشعب يكتر مثالب الشرطة والشرطة لم تتغير في طريقة تعاملها مع الناس وبالتالي لزارة الأزمة قائمة يعني لم تتخذ إجراءات حقيقية للتغيير ده فعلا يا فندم يمكن فيه كذا بيان صدر فيه بيان صدر على المجلس العسكري فيه بيان صدر على الحكومة فيه بيان صدر على وزارة الداخلية وكلهم بعيد كلهم بعدات كل البعد عما بيحصل في الشارع المصري يعني الحكومة بتدعم وزارة الداخلية في استخدامها الوسائل اللي هي شايفة من وجهة نظرها ان ده كان الوسيلة اللي لازم تتم عشان نقدر ان انا افرق المتظهر وزارة الداخلية قدرت في اقل من 12 ساعة تبحث وتقرر وتقول ان لم يتم استخدام لا رصاص حي وخلينا كمان نقول كمان ان فيه المجلس العسكري يمكن البيان اللي صدر منهم بارح حذرك شايف ان هو على مستوى الحدث يعني للأسف هو لم يقدم جديدا ولم يختلف عن بيانات سابقة كانت تصدر حتى ربما في مراحل ما قبل الثورة يعني لو الاحداث دي احنا حبينا من خلالها نقيس مدى التغيير الذي احدثته الثورة المصرية للأسف هنصدم هنجد ان معدل التغيير بطيء وضئيل الى ابعد الحدود بعد تسعة اشهر المفروض يكون حصل تقدم للامام نكون عارفين احنا راحين فيه في اي اتجاه ولكن للأسف مرحلة التخبط مرحلة عدم وضوح الرؤية هل فيه رؤية احنا ماشيين عليها ولا احنا ماشيين كده بالطبع لازم يكون فيه رؤية ولكن هل نحن يعني الرؤية دي تتفق وتطلعات واهداف الثورة ام لا هو ده السؤال الاختر يعني اكيد فيه رؤية اكيد المجلس العسكري عرف هو بيعمل ايه واكيد في دماغه رؤية معينة ولكن الى اي مدى هذه الرؤية تتفق او تختلف مع مطالب الثورة مع تطلعات شعب مصر في هذه المرحلة ولا لا هو ده السؤال الاختر الذي علينا ان نبحثه ويتطلب شفافية على المجلس العسكري ان يعلن عن نواياه الحقيقية وان يتحاور مع الشارع ومع القوى السياسية المختلفة حتى تتضح الرؤية ولكن ان يكون الخطاب السياسي في اتجاه والتصرفات على الارض في اتجاه اخر هذا ما يثير القلق والاثراب والبلبلة بما انك قلت على الارض على الارض وفي البيوت وفي منتقق مختلف انحاء مصر وعلى مستوى العالم في اختلاف ورجعنا تاني للسياسة تفرق تسد رجعنا تاني اللي بتوع التحرير واللي مش بتوع التحرير رجعنا تاني اللي بتوع هم مين دورش يتكلمون باسم الشعب ورجعنا تاني اللي بتوع احنا عايزين الاستقرار عايزين العجلة تمشي طيب السؤال هو هو ده حصل صدفة او حصل نتيجة طبيعية لتأذم وعدم وضوح رؤية وكل الكريمنا فيه ولا السياسة ده تفرق تسد هي خطة من ناس فضائيين مش عارفين همامدين هو فكرة الضمير المستتر يعني احنا في مصر ايه ده مات 600 واحد في ميدان التحرير لحد النهاردة محناش عارفين من موتهم والقناصة كان فيه ولا لا وجوم منين ومعندراش قناصة في مصر ده عاندي لفضائيات حضارك فكرة ضمير المستتر حاجات كترة بتحصل في مصر مش عارفين من اللي عملها وتحقيقات ودراساتها هل هي الأزمة اللي احنا فيها دي اختلاف الرؤى اختلاف الرؤى دوت يعني حيوصل بنا الفين احنا رجعنا تاني لأيام يناير اولا اختلاف الرؤى ده طبيعي ولكنه فاق الحد بمعنى ايه في الثورات دائما الناس بتتفق حول هدف واحد مقصد واحد وهو اسقاط النظام اللي كان قائم مجرد ان يسقط هذا النظام او على الاقل رأس هذا النظام كما حدث في مصر تجد الاختلافات تظهر ليه بقى طريقة ادارة مرحلة ما بعد سقوط النظام كل واحد عاوز يديرها بطريقته تلاقي العلمانيين والليبراليين متخيلين ان الطريق الامثل دولة مدنية علمانية ليبرالية الاسلاميين لا ده الطريق الامثل دولة اسلامية وبالتالي الرؤى تختلف وتتصادم الحل او المخرج من ده كله ايه الحوار الاتفاق على الحد الادنى اعلاء المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار ايه وشفافية طبعا في تداول المعلومات وكل ذلك ده الحل ولكن الاسف اللي بيحصل في مصر النهاردة فكر الاقصاء الذي كان موجودا قبل الثورة معنا ان الحزب الوطني حزب وحيد مهيمن ومسيطر يقصي الاخرين عملية اما انا او انت ما الذي حلم حال الحزب الوطني الان دلوقتي احنا ممكن نتكلم عن جيش ممكن نتكلم عن طيارات اسلامية لكن المنتالة ما تغيرتش العقلية فكرة ان تسود قوة وحيدة فكرة ان يكون فيه توافق للاسف لم يتم تكذيرها حتى مع ان السياسة تقوم على التوافق يعني السياسة اساسا بتقوم على التوافق يعني في تونس مثلا التجربة تونسية حركة النهضة الاسلامية فازل بغلبية الاصوات في انتخابات المجلس التأسيسي ومع ذلك تم تشكيل مجلس توافقي من كل الطيارات ياسهريين لبراليين علمانيين اسلاميين يعني تلك هي الديمقراطية بالرؤى السياسية بالضبط الديمقراطية هي التوافق ولكن في مصر اللي احنا شايفينه فكرة الاستئثار الاقصاء اما انا او انت يعني للأسف في المباراة الصفرية كل ده يؤشر الى ان الثورة لم تتغلغل في المجتمع المصري ولم تغير في طريقة تفكير المصريين ليس فقط النخبة الحاكمة وانما حتى القوى السياسية طيب ايه المطلوب بقى فعلا من القوى السياسية في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي وقفة وطنية صريحة بمعنى ان انا كحزب سواء كنت اسلامي لبرالي علماني لا انظر فقط واخطط لمصلحة الشخصية الانية الفئوية وانما مصلحة الوطن مصلحة الدولة نحن الان نرسي دعائم دولة جديدة ديمقراطية جماعة في حالة فراغ سياسي مش بس فراغ امني والطناب اقتصادي في فراغ سياسي مصر بلا حكومة حقيقية مصر بلا برلمان مصر بلا رئيس علينا ان نتجاوز هذه المرحلة الانتخالية في اسرع وقت وباقل تكلفة سياسية واقتصادية وامنية ممكنة وبالتالي يجب ان نتفق على حد ادنى حكومة انقاذ وطني حكومة وحدة وطنية تتجاوز بالبلاد هذه المرحلة الحارجة والحساسة حتى نستطيع بعد ذلك ان نتحدث من يكون في السلطة او انتخابات او ما الى ذلك السياف اندم الشعب يعني الشعب المصري في المرحلة دي هو مش عارف يعمل ايه يعني مش عارف يمشي ورا النغبة السياسية ولا يمشي ورا الحكومة ولا يكون مع المجلس العسكري هو في وضع لا يحصل عليه بصراحة يعني رأي حدرك ايه فكرة انه يكون مع مين احنا تجوزنا ده الكلام ده كان قابل الثورة اصوت للهلال ولا الجمل ولا الكلام ده خلاص عهد انتهى احنا مع المصلحة الوطنية لهذا البلد مع مستقبل هذا البلد انما مش لازم اكون مع حد احنا مع مصلحة مصر اينما وجدت نحن معها مصلحة مصر لأسف الشديد موجودة في يعني مش هزاقول لأسف بس هي موجودة في ايد الناس دي دلوقتي الفرقة ليست في مصلحة مصر على الاطلاق يعني انا لما استمع لخطاب تخوين او تكفير لا ما تمشيش مع افولان ده خاين ده عامل ده بيقبض من بره ما تتعاملش مع افولان ده دول كفر بيقولوا ان احنا نعمل كذا لا احنا اللي بنمثل الدولة المصلحة معانا احنا الصحة وهم الغلط كل هؤلاء على باطل من يكفر وغيره من يخون وغيره من يشكك في نوايا غيره وفي وطنية غيره على باطل طيب انما يجب ان يكون هناك توافق حول مصلحة واستقرار وامن هذا البلد نرجع تاني للشارع علشان برضو كلامنا الاستوديوهات حلو قوي بس الكلام الشارع مختلف دلوقتي الشارع المصري او شوارع وسط البلد وشارع محمد محمود ومدان التحرير وبابلوق والفلكي وكل الشوارع دي بتغلي وحتفضل تغلي وماش هتهدأ ايه الحل ايه اللي حيحصل ايه الواضع نفس حد يرد علي يقول لي ايه الحل الحل شفافية بمعنى المجلس العسكري يخرج على الناس ويفصح عن نواياه الحقيقية نحن نتحدث ان المجلس العسكري مع الدولة الديمقراطية مع تسليم السلطة ولكن احنا مش شايفين آليات حقيقية على ارض الواقع تؤكد او تجعل الناس تتقبل هذا الكلام بصدر رحل ثانيا يجب ان يلمس الناس بعض التغير في اي شيء لحد الان لم يحدث تغيير على الاطلاق الاسعار زي ما هي لا في التعليم تبتغلى الامن الامن التعليم الصحة يعني حضراتكم مثلا بدأنا عام دراسي جديد ايه التغيير مش بس في المناهج او في طريقة التدريس ولكن في الكتب في كل شيء صحيح للاسف ما فيش تغيير في اي شيء احنا مش عايزين قطع حياتك بس عيندنا التليفون اه تفضل